اشتركوا في القناة 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 سأل رجل الشافعية الإمام الشافعي فقال له يا أبا عبد الله أيهما أفضل للرجل أيهما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى أيهما أولى له أن يمكن أو يبتلى فقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يمكن حتى يبتلى قال فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فلما صمروا أولئي أولو العزم من الرسل لما صمروا مكنهم الله فلا يبنن أحد أن يخلص من الألم البتة أولئهم أولو العزم من الرسل والله عز وجل يبتلىهم وتعرفون وتعلمون كم تبتلي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو ينشر هذا الدين الحق أيها المؤمنون للمسلمين دور كبير في استجلاب النسر والتمكين كل فرد منا له دور في استجلاب النسر والتمكين الخلافة في الأرض والتمكين فلا بد أن يغل كل فرد مسلم أن عليه دورا لا يختزل ولا يصط عنهم في استجلاب هذا النسر وأن هذا الدور يحتم على كل مسلم مسؤولية مسؤولية إصلاح نفسه إصلاحا شاملا عميغا دقيغا يؤهله لاستجلاب النسر وتحمل تبعات النسر هذا هو الإسلام الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر العظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال تعالى ولا تهدوا ولا تحزنوا وأنتم العلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكوا غرح فقد مص الغوم غرح مثله وترح لأي آمنوا تعودها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين من أجل هذا كله جعل الله تعالى دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم بأنفسهم دفاع الدفع دفاع الدين والحق لا يأتي حبطا يحبط من السماء وإنما يكون أن ندافع هذا الدين عن طريقنا وبأنفسنا ولم يجعل الله النصر حبطا تحبط عليه من السماء بغير عنا فيضيع سريعا كما جاء سريعا أيها المؤمنون ليس مجرد اكتباع الحق يكون صببا للنصر مجرد اكتباع الحق لا يكون صببا للنصر ولا مجرد الخوف مع الباطل يكون صببا للهزيمة فهؤلاء قصر حنين وما جرى في غزمة حنين معروفة لديكم لن نفزم اليوم من كثرة لن نفزم اليوم من كثرة لن نفزم اليوم من كثرة وضاغت عليكم الأرض بما رحمة ثم وليتم الدرين بعدد غليل من أهل الشرك والأوصان هوازن وثغيف هزموا أول وعلى هزموا المسلمين بصمب عجبهم بكبرتهم وبعتادهم أيها المؤمنون مصر الله عز وجل قادم لا محال الإسلام سينتصر بنا أو بغيرنا بوجودنا في هذه الدنيا أو بعد رحيلنا من هذه الدنيا الإسلام منتصر ونحن في ابتلاء الامتحان فكاكة أعداء الإسلام وتكاكة المنافقين جيوش الكفر والإلحان جيوش النفاق جيوش أطباع الليهود والنصارى ممن يدعي أنهم أهل الإسلام ما نزل بنا لم يأتي من النصارى فقد هزمناهم هزمناهم في عغل ديارهم هزمنا الروم و هزمنا الفرص و هزمنا الدولة الأخيرة الدولة العثمانية هزمت النصارى الروم و هزمت الفرص المجوس وأخذت للدنيا كلها فالإسلام قادم والإسلام سينتصر والإسلام سيعود بنا أو بغيرنا قد يقتل فلان و قد يقتل فلان و قد و قد قتل قتل من هم أفضل ممن يقتلون اليوم أين الصحابة أين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أين هم قبائل طلبوا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يبعث لهم قرآن يعلمونهم الدين والقرآن و أنا ذاك الحفاة غلة غلة الحفاة فبعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سنعين غارئين خيرة الصحابة رعل دخوان من عصية هذه قبائل ثلاثة الذين طلبوا أن يبعث لهم سبعين أو عزل من القرآن وأنتم تعلمون في بداية الإسلام خلة القرآن القرآن فبعث الرسول صلى الله سبعين من القرآن فذبحوهم قتلوهم أجمع كلهم الرسول صلى الله كان يغنط شهرا كاملا كل صلوات صلوات الخمس كان يغنط الله ولعن رعلا وذكوان ولعن من اللحيان ولعن عصية فإن عصية عصية لله ورسوله حتى خاف رسول صلى الله أن هذه الغبائل الثلاثة بدعوته بدعائي عليه أن يريدهم الله عز وجل من العرض فتركب على الشهر فالإسلام سينتصر والإسلام سيطلع ولكن نحن في ابتلال نحن في امتحان نحن لا بد أن نصفي عقيدتنا أولا وأن نصفي كذلك حبنا ونصرتنا لهذا الدين متى ما صلح صلح أمرنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إذا كان دول دول الإسلام الذين يجعون أنهم دول دول الإسلام إذا كانوا مع اليهود وما عند صار يمدونهم بالسلاح يمدونهم بالأرض يمدونهم بالعون والمدل فمتى يأتي النصر متى سننتصد لابد من تنحيص ولابد من تبايل لابد التبايل وكذلك مفصل الآيات ولتستبينا سبيل المجرمين أقول قولي هذا وأستغفر الله ليس ولد الحمد لله رب العالمين ويوصلهم على عشر كلمة ويوصلين أبينا محمد وعلى آله وصاحب أجنائي أيها المؤمنون اتقول لها عز وجل بانتفال ما عمركم به من طاعته من تقامة الصلاة والصياء والحج والزكاة وما إلى ذلك وتقول لها عز وجل باجتنام المعاصم اشتربوا المعاصم بردرس الإسلام والعلوم بالحسن چريتنا سمعونا السباح والعرíficة الله سبحانه وتعالى ساتذائق Отlebانا ستذى長نا ستذى長نا ساتذى的 ساتذى ساتذى but one thing we are sure that this deed of Allah سبحانه وتعالى will be victorious and this deed of Allah سبحانه وتعالى we become نصب provided that we take or 자�ist الله سبحانه و تعالى we follow the right path of Allah سبحانه و تعالى brothers in this society in this community we are facing a lot of challenges drugs are lamenting here in South Africa drugs are lamenting in South Africa our boys and girls are using drugs the drugs are sold here ف怕 أن Scarborough الواطنًا نفعل ما ستكون قدischer لكن وعالو منه عن المنظ britني نعم просто أم منذ ذات نعم نص версия المنظمة نعم لا تكون المنظمة نتعود أن يملكم مُانهور في المجامorn لكي ن Mickنان وناها قد內 ويوان بحاجة و اسم من الدور لحد الأراضع المنظم وفي هناك ، يساعد المسك. وأيضا ، عندما يظهر من المسك ، يظهر جيد من المسكي ، أنه كم يحول الأرض من المسكين في المستوى الضبط. الكثير من المسكين من المسكين من هذه المسكين. يجب أن يكون لدينا مستوى لدينا عمل ، يجب أن نحن بإمكانكم بشكل مستوى لكل حيث. لا يمكن أن تكون هذه المسكة اليوم تجاهل هذه المسكة المسكة تكون هنا تأتي لنهارة تأتي لنهارة لنهارة الله سبحانه وتعالى نحتاج إلى المعالم لأنها ليس هنا لا يوجد شيئا لا يوجد شيئا نحن 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 سألزم Краснодар لقائكم جتشبغ يصبح الأهم السموكة المنسكة والأمخاطر أولى أنظر تجري تنвет خلال لك في السلاغ المسلمين والمسلمين والمسلمين، الجمعينين من أجب العالمين . يحديث، انه يشارفا حيث. يحديث، انه يحاول حيث. فيها مراقبة ، وعلى الحراض ، نحن سنعلمون من مؤسس . في هذا الموطن ، والحيان نجيل، 誰 يعملون جداً المسلمين . في كل المنطقة ، في كل المنطقة ، في كل مصنف الوصول ، يسيطنون من الصموات ، They don't look what is there on the road. They don't look the drive is being sold here. Let's form a community. Let's be Allah subhanahu wa ta'ala. If we want a future, future is not money. Future is not wealth. Dunya, Wallahi daf, that's not the future. Future is when you go back to Allah and you go to Jannah. My brother here in the message was telling me last night one young man took a car with another boy. They went to a senior. They went to a ditch and the driver, the one who took the car from someone, he died last night. That's the reality of life. Young man, young boy, he took a car, midnight he's dead. That's the life. Dunya, this is the real life. of dunya. We are going to Allah. From when zuhziah on the nari, from the atfaz, from the life of the dunya, only what's out of the earth. Sallu wa sallimu wa ala asha al-khalam biya, ayol wa sallimu. Inna Allah az-wajal marakum wa sallu wa sallimu wa sallimu ala nabi. Inna Allahum alaykum wa sallimu ala nabi. Ya ayol ala zinaamu wa sallu alayhi wa sallimu wa sallimu ala wa sallimu ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama sallit ala Ibrahim wa ala wa sallimu ala wa sallimu ala wa sallimu ala ala ybrahim wa sallim viya la-tsinaamu ala wa sallim Allahumma ala wa sallim rahim wa sallim يا رحمة رحمة الله اللهم ردنا إلى دينك الله سجدنا اللهم ردنا إلى دينك ردنا الجديل ربنا آتنا في الدنيا حسنا أخيرا حسنا وإن أعلاونا ربنا مغضر بنا إنك أنت السنوال عليم توحينا يا بولانا إنك أنت السواب الرحيم لقد أدى الله وإلى صلاة والحمد وبركاته